مريض مختنق مريض مختنق يأتي للمستشفى ويطلع مصاب بالفيروس فيروح يتحول إلى مستشفى يضم مرضى الجائحة إلى ردهاته اللي هو مستشفى ابن الخطيب داخلها ينطو أكسجين عن طريق قنينة طولها متر وشوية تقريبا هذه القنينة هي عبارة عن قنبلة موقوتة ممكن تنفجر من جداحة أو ججارة بالمناسبة لازم كل مستشفى بيها استوانات أكسجين لنقل المرضى من مكان إلى آخر أو في حالة عطل أنابيب الأكسجين أما المستشفيات العصرية لازم المستشفى مزودة بشبكة أنابيب الأكسجين ومعايير الأمان الخاصة بيها نكمل ويا المريض المريض يأخذ علاجه وأكسجين بهذه المستشفى اللي ما بها حساسات حريق وفجأة يصير تماس كهربائي أو شخص يشعل ججارة أو واحد يشغل غلاية بها حرارة عالية أو نار فما يحس المريض إلا وهو والأكسجين مالته محترق ويفقد حياته هو وعشرات الأشخاص داخل المستشفى هذا ملخص ما حدث بحريق مستشفى ابن الخطيب الراحضة حيث العشرات بسبب الإهمال الإداري والفساد الخاتل ومبدأ اليما عود هي خربانة ويما عود إحنا شعلينا من معايير السلامة بكل مكان دول العالم المتقدم للمستشفيات وباقي المؤسسات هي الآتي أولا تدريب سنوي للمنتسبين عن كيفية التصرف في حالة الحريق لكل الموظفين بلا استثناء يعني كل منتسب يتحول إلى عام الإنقاذ للمحاصرين داخل الحريق هذا التدريب إجباري ولا بد منه لأي شخص يشتغل ببريطانيا كمثال على الدول المتقدمة ثانيا عمار الصيانة يقومون بفحص أسبوعي وأحيانا يومي للوحدات التي تكثر بها الحرائق والتأكد من استمرارية عمل صفارات الإنذار ومنظومات الماء داخل البناء ثالثا الأكسجين مركزي عن طريق الأنابيب بالمستشفيات ومستحيل يتم افتتاح مستشفى بدون منظومة الأنابيب رابعا مخرج طوارئ لكل ممر وكل طابق داخل كل بناية لازم يكون بها مخرج ثاني اللي هو طريق أو درج الطوارئ مو مخرج واحد بحيث الناس كلها يتنحصر جوه خامسا إذا لم تنطبق قرارات على مستوى الدولة بوجوب إيجاد إجراءات السلامة لكل المستشفيات والمولات والباقي البنايات وعدم افتتاح أي بناية أو مؤسسة أو دائرة بدون التحقق من إجراءات السلامة فما راح يصير أي حل لكل هاي المشاكل وغيرها وغيرها من تفاصيل إجراءات الدفاع المدني والأمور الهندسية كل هاي الأخطاء راح ضحيتها العشرات بحريق ابن الخطيب مثل ما راح المئات من الأشخاص بحريق الكرادة بالضبط نفس المبدأ ونفس الأخطاء تتكرر مبدأ السلامة غير متوفر والناس أيضاً لا يحترمون إجراءات السلامة الذي يدخن داخل المستشفى يدخن على موت جماعتها يقولون عليه سبع وليس خاف والذي يستخدم الكوصة الكهربائية بدون أن يلبس خوذة لحماية الوجه بس على موت يثبت أنه الخوذة يلبسوها الأطفال أو المبتدئين طبعاً غيرها وغيرها من الأمور التي تثبت أنه الجهاد وأن تقدم أحسن ما عندك بالمكان الذي أنت به ولازم ما تعرض نفسك للخطر الأطباء والممرضين والإداريين لازم يقدمون أفضل ما عندهم لوجه الله المهندسين والدفاع المدني لازم يشتغلون بأحسن ما توصل إلى العلم والناس أيضاً لازم تقدم أفضل أعمالها وتتعامل بأفضل أخلاق عندها الوجه الله سبحانه وتعالى لأن كلكم أبطال بس يحتاج حملة تثقيف للمجتمع وحملة قوانين صارمة لإجراءات السلامة لأن إذا ما صار تحرك راح يتكرر الحادث بغير مكان شكراً لكم والله يرحم الأرواح اللي راح الضحية لهذا الحادث المؤسف ومع السلامة